عطار عجوز قال لي حت الكركة دي على الليمون سيطيل شعرك بجنون بليلة واحدة معقول ايوه الله زي ما بقول لكم بالكركة دي وباللمون هنعمل معجزة دلوقتي للشباب وللبنات والكبار السن وكمان للاطفال صلو على الرسول الله اللي اول مرة يشوفني انا مطبخ مامت سولاء استراء وفتح اسكتشن ودي قناة على اليوتيوب ولكن في البداية اشتركوا في قناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم دايما اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله هنا على القناة كلنا طبعا عارفين الكركة دي فالوصفة كل اللي احنا هنحتاجه فيها النهاردة الكركة دي المجفف ولمونة واحدة فقط لا غير تعالوا مع بعض نشوف ايه هو الكركة دي هو اسمه في مصر الكركة دي اكتبولي في البلد او في الدولة اللي انتو بتشوفوني منها دلوقتي هو اسمه ايه بالزبط وده بيكون شكله طبعا بيبقى فيه منه الفرش وبيبقى فيه منه اللي هو المجفف فإحنا اللي إحنا هنحتاجه هو المجثث هنستخدم حفنة كده يعني حاجة بسيطة جدا يعني حوالي عشر حبات أو عشر ثمرات من الكركة دي وده بيكون شكله لايك بقى وكومنت حلو واكتبولي بتشوفوني أو بتتابعوني من أي بلد وأهلاً وسهلاً بالجميع نعايز أقول لكم إن الوصفة دي مش مجرد بقى وصفة وخلاص في يوم في أسبوع هتشوفي النتيجة بجد الفكرة للشباب والبنات والكبار السن إن شاء الله هتعجبكو جدا هنحط الكركة دي في القصر الله وهنجيب لمونة يكون حجمها كبير كده أو لمونتين صغيرين أنا علشان اللمونة كبيرة فاستخدمت واحدة فقط لا غير عايز أقول لكم إن الوصفة دي هتغنيكو عن أي حاجة تانية هتحقق حلمكو في أسبوع هتلاقي كده شعر يتبقى عامل زي البروقة الشباب اللي عندها صلع اللي عندها فراغات إن شاء الله هتشوفوا حل رهيب إن شاء الله في الفيديو الفكرة هتعجبكو جدا هبدأ كده أن أنا أقطع اللمونة القطع الصغيرة هقطع كل اللمونة القطع الصغيرة طبعا إحنا بنكون غسلين اللمونة كويس لإننا بنستخدمها بالإشرب بتاعها يعني اللمونة كركة دي ولكن يعني نتيجة إن شاء الله كل ما هتفتقروني هتدعو لي بالخير وتقولوا ايه ربنا يعني ايه فرحك إسراء دي الدعوة اللي أنا عايزاك تدعوها لي وربنا فرحنا كلنا يا رب إن شاء الله الفكرة دي هتخلكو دايما تفتقروني أنا كإسراء بالخير هنقلب بقى كده اللمون مع الكركة دي وبعد كده هنجيب القرنفل وده بيكون شكل القرنفل اكتبوا لي برضو هو اسمه ايه في البلد أو في الدولة اللي بتشوفوني منها الوصفة دي بمزيتها إن احنا هنعملها مرة كل خمس شهور يعني الكمية اللي احنا هنعملها دي هتقضينا فترة طويلة جدا ومزيتها أكتر إن هي بتدي نتيجة فعالة جدا أنا استخدمت حوالي 20 عود من القرنفل اصطلوا بقى على النبي اللي لسه مشتركش في قناتي اشتركوا بقى وفعلوا زر الجرس وصلوني لمليون مشترك وكمان اكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتبعوني أو بتشوفوني منين عزاكوا كده تفعلوا زر الجرس علشان كل منازل وصفة جديدة يجيلكوا على طول إشعار بيها تلقائي كده لإن وصفاتي جديدة وحصرية وإن شاء الله تنال إعجابكم هحط كده كبايتين من المياه نحطيت يعني حوالي كبايتين ونص علشان الكمية تعود معي فترة طويلة بعد كده بنهض القسترولة ديت وبنرفعها على النار النار تبقى عالية عادي جدا وبنسيبها تغلي المدة تلتسعة بالزبط يعني تسخن وتغلي تغلي بقى 3-4-5 غلوات كده بحس إن احنا ناخد كل الفوائد اللي في السمرة بتاعة الكركة دي وكمان اللي في القرنفل وكمان اللي في اللمون رحيتهم بقى عايز أقولك رحيتهم حلوة قوي يعني رحية الكركة دي أصلا جميلة ورحية اللمون لما بيتغلى جميلة ورحية القرنفل فضيعة فما بالك بقى لما نخلط التلات مكونات مع بعض الرحة بتبقى طالعة عاملة زي فبجد رحيتهم حلوة جدا غاليتهم كويس وبعد كده رفعتهم من على النار بعايزين نركز أوف الخطوة اللي جاية ديت لإن هي هتفرق جدا الخطوة اللي جاية ديت أساسية لازم وكل المكونات سخنة بنجيب ربع معلقة من البيكنج بودر واكتبولي البيكنج بودر اسمه ايه في البلد أو في الدولة اللي بتشوفوني منها ونحطها على كل المكونات وهي سخنة كده زي ما هي كده مش هنصف في أي حاجة زي ما هي كده وهي سخنة هنحط البيكنج بودر هيحصل بقى زي تفاعل أو فوران وده طبيعي جدا يعني البيكنج بودر ده هيخليك بقى رغم أن كل المكونات غلط كويس ولكن تخيل أني لسه في فوائد موجودة في كل المكونات البيكنج بودر هيسحبها صح بكده كمان لميزة رهيبة في أنه ما بنخلطه بالمكونات دي وهي سخنة ونسيبها لحد ما تبرد قبل الاستعمال عايزة أقول لكم بيفرد الشعر أصلا بجد البيكنج بودر عن تجربة رهيب للشعر يعني عايزة أقول لكم هو رهيب كمان في إنبات الشعر هنغطي بقى الكاسترولة وهنسيبها لحد ما تبرد تماما أنا بصراحة سبتها لحد ما خلصت كل الوراية في البيت عملتها أول النهار وفتحت عليها الساعة 12 بالليل يعني سبتها حوالي كده عشر ساعات كانت بردت دقة واتنقعت أكتر بصوا هوريكوا كمان شكل السمرة بقت عاملة إزاي بقت دايبة كده مهرية وبقال لونها فاتح جدا لأن الفوائد اللي فيها كلها نزلت في المية دي بجد الوصفة أنا عايزة أقول لكم هي تعتبر تراث تراث تدرس كده فإنتوا اعملوها ويلا نشوف بقية الوصفة وهنعملها إزاي وهنستفاد بها إزاي وإن شاء الله تعجبكم جدا 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 هنجيب صفوية وهنصفي بس بحرس كده علشان عايزين نسيب شوية في القسرول هقول لكم هنعمل بهم إيه تمام هنصفي كمان شوية لإن أنا عايزة شوية زوارين قوي يعني معلقتين بس تمام ده كده خلاص جاهزة هوت لسه في إضافة هنضفها أما الطبق الثاني هنحط بقى فيه اللي باقي أنا عايزة معلقتين فقط لغير والباقي هفضيها عادي في الطبق الأولين هوا شايفين الطبق الصغير دول معلقتين هيعمل لنا كمية تعود معنا بالثلاث شهور بجد إن شاء الله الوصفة هتعجبكو قوي الوصفة بسيطة مكوناتها سهلة لكن جبارة حتى اللي مش مصدق اعملوا سيرش كده على جوجل على كل مكون أنا استخدمته أنا مش بعمل أي فيديوهات وخلاص صدقوني الوصفة طريقة اللي أنا عملتها بيها خاصة من بالله أنا ما بنزل أي فيديو خلاص بكون درسة كل حاجة وحارفة أنا بنزل لكو إيه كويس فسرشوا كده على جوجل وهتدعو لي فامشوا على التركبات بتاعتي إن شاء الله هتفرق معاكو جدا هنجيب معلقة من القهوة ويا ما اتكلمت عن القهوة وفوائتها العظيمة في إنبات الشعر وعلاج الصلع وتطويل الشعر هناخد معلقة والمكون السحري هنا بصو احنا بنعمل كريم وبنعمل تونر بيعالج كل حاجة كل حاجة للشباب وللبنات هنحط عليهم ربع معلقة من الجنزبيل ولكن يكون بودر جنزبيل بودر يبقى احنا استخدمنا معلقتين من المنقوة معلقة من القهوة وربع معلقة من الجنزبيل البودر وهاخلط كل المكونات دي كويس قوي لحد ما تتحول لكريم بس مش كريم التقيل لا كريم خفيف وهنعرف لي دلوقتي وهنستخدمه الزي الشباب يركزوا معايا لان بجد الفكرة مش بس للبنات لا بجد فيه شباب كتير اولى وجربوها هيدعولي عليها وكمان للناس الكبيرة في السنة ولو عندك اطفال بقى شعرها مش بيتول سواء بنو تأولت فبجد هتدعولي جدا انا بستخدم الوصفة دي لاولادي وهي حلوة بعد كده كده بقى الكريم جاهز والتونر جاهز التونر اللي هو اللي انا بحط عليه زيت الزيتون ده هتحط عليهم معلقة من زيت الزيتون بنستخدمه ايه مهو مش بيختلط بالتونر انا مش بيستخدمه علشان يختلط بالتونر لا انا بيستخدمه كمادة حفظة وكده كده القرنفل مادة حفظة ولكن عشان نستخدمنا اللمون فلازم نقوي شوية فالقرنفل كمادة حفظة طبعا احنا في سكندرية الدنيا شتة وفي راعد وانا صوت الراعد يطالع في الفيديو فانا بقى دعلكم من كل قلبي والدنيا شتة ان ربنا يفرحكم ويسعدكم ويحقق الامان يا رب واللي عنده مشكلة تنحل وربنا يرضى علينا جميعا ويسعدنا جميعا طيب بالنسبة للكريم ده انت هتحتفظوا بيه في علبة كده بيتم حفظه داخل التلاجة لمدة 3 شهور ده احنا بندلك بيه فروة الراس 3 مرات في الأسبوع والشباب يدلكوا بيه الشعر بتاعت ده نتحت الشعر كده ممكن يستخدموه بشكل يومي على فكرة الشباب اللي عندهم صلع او عندهم سعلبة بيدلكوا بيه فروة الراس كل يوم لمدة 10 دقيق ويسيبوه ربع ساعة على شعرهم وخسروا شعركم عادي جدا بالشامبو نفس النظام للبنات مش شرط يكون عندك سعلبة لو شعرك مش بيت او شعرك مش كسيف او فيه اماكن فيها فراغات مش فيها شعر فاستخدم الكريم ده كل يوم تدلك بيه في المكان اللي انت عايزة تطول الشعر فيه او تنبيتي فراغات الشعر عايز اقولك بقى بيطول الشعر جدا وبيخلي شعر جديد يطلع بطريقة الصحية فبجد ده هيخلي شعرك زي البروكة التونر ده انتو بترش منه قبل لما بتاخدي شعر او قبل ما تغسلي شعرك بتغرق شعرك به وتسيبيه نص ساعة بعد كده تغسليه استخدميه برضه 3 مرات اسبوعيا وبجد هتدعولي في انبات وعلاج فراغات الشعر وتطويل الشعر